أهلا بحضراتكو عاملين ايه كله تمامي يا رب تكون كل حاجة بخير على حضراتكو وزي الفل انت عارف كنت لسه قلت قلت اعمال ابص على الموبال كده في حتى كنت لبسة النظارة فكنت قلت اعمال ابص على سبيل المثال الحصر عشان انا عارف ان هيبقى مثلا فيك اقولك ايه ابو ماذا عن الاكل والشرب عام يوسف هقولك على حاجة نطيفة انا قلت ابص بص كده اشوفها واحنا كنا فين وجينا منين في السريع يعني انت عارف انه الرقعة الزراعية المصرية مساحتها افقيا زادت يعني مثلا كانت قدي كده بقيت قدي كده بس كده لا هي كمان الانتاجية بتاعت الفدان زادت يعني الفدان مثلا اللي كان بينتج طن من اي شيء اصبح بينتج طن ونص وطن سبعمية طن تلتمية اتنين طن على حسب نوع الحاصلة الزراعية او ما تغله علينا الارض الطيبة زي ما بيتقال كده لكن بالارقام هتلاقي انه انت في حاجات كتير جدا حققت منها بالفعل اكتفاقت ذاتي وبالارقام هتلاقي ان انت حققت معدد صدرات عمرك ما كنت وصلت له في تاريخنا الزراعي يعني الصدرات بتاعتنا ونقعد عمالا الصدرات بتاعتنا الزراعية الطازجة غير المجففة غير المعلبة اللي معاليهاش اي عمليات صدرات طازة تصل لحوالي 6 مليون و300 ألف طن احنا ما كناش بنقرب من الرقم ده رقم كان بعيد المنال وزارة الزراعة وبدعم مباشر وواضح وصريح من رئيس الجمهورية اشتغلوا بحيث ان احنا نوصل لرقم زي ده تيجي تقولوا طيب انا هيهمني في ايه هقولك لما بتصدر بعض الحاصلات الزراعية ده معناها ان انت عندك اللي انت بتصدره ده انت مكتفي منه زاتيا خلاص وبالتالي الفوائد انت بتذهب بيها للتصدير ده واحد تصدير يعني فلوس يعني اتجارة يعني فلوء بضاعة خرجت وقبط فلوسها او بقبط فلوسها طيب الاهم من كل ده انه لما انت بتخطي الخطوة دي معناها ان انت مستمر في التخطية يعني من كان يحبو انا له الاوان ان يمشي ومن كان يمشي فانا له الاوان ان يقطعها هرولة ثم جريا حبوا فمشيا فهرولة فجري هي جاية جاية هتيجي تقولي ازاي هقولك كلنا شغالين على ده حتى انت المزارع نفسه شغال على ده في مطبط في السكة في مطبط في السكة المطبط كلنا بنشتغل على انها تنتهي نسفلط الطريق باللغة العربية كدلك نعبد الطريق للمزيد من التصدير ده اللي بتعمله الزراعة ده اللي بيعمله الحكومة على بعضها مجلس الوزراء ده اللي بيوجه بيه الرئيس اذا كان فيه اي معوقات يالله بينا نشتغل على ان احنا نزلها نزلها